السلام عليكم ورحمة الله معكم عاصم سعفان ومكملين مع بعض ان شاء الله في دور الدارت بالعربي اخر فيديو اتكلمنا فيه عن الوراثة والانهارتنسي يعني واتكلمنا فيه عن انواعها ايه وعملنا ديم وكده بوسط اللي كان قدامنا على الشاي دوت والحمد لله ان الدنيا كانت ماشية تماما في الفيديو ان شاء الله اريد ان نتكلم عن حاجة تانية وهي حاجة اسمها اللي عندي ايه عندي هنا كده الاساسي له הרبي اولت فيه فيه كلام مثلا احنا هبلد احنا العاملين لقد مباشرة شيريكية الاساسية ولتنين يعني فيارس قالت صفات والاربب تاعمر تمام لان هو فيه الـ لكن دلوقت المنظر نجد اشوف كده نعملنا امشت من الـ بعد كده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل نخليه يعمل ايت اللي هي student 1.8 نعمل راني بقى كده للكود اللي قدامنا ده مفروض انه يطلع ليه هيطلع ليه هيومن ايتنجنا ولا انه المفروض انه يخش على الـ هيدور على هنا ايت مفيش ايت فيروح يشوف الـ اللي هو عمل منه الـ يعني يلاقيه عنده هنا الـ هيدور في الـ هيلاقيه عند الـ ويلاقي الـ فهيوم جاي راح ايه؟ عم ننفذ الـ لكن لو احنا كده نبص هتلاقي عندك الـ فمطلع لي في الـ الـ دلوقتي انا لو انا عايز اعمل بقى ايت لو انا عايز اعمل ايت مثلا هنا في الـ تمام؟ فتعالا نشيل الـ عشان بس يبقى العملية كده بسيطة بالنسبة لعني احنا الوقت عندنا فيه ستديقات وفيه هنعمل بقى دلوقتي ايه؟ هنعمل الـ ده معناه ايه؟ معناه ان انا مثلا لو انا عندي فونكشن معينة اللي هي الـ في الـ 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 دلوقتي لاننا عمليه منه تمام؟ فبعد كده عايزين نعمل في ايه؟ عايزين بقى الوقتي نعمل نفس الـ نعمل ايت برضه لكن خاصة بالـ فعشان نعمل الموضوع ده نعمل ايه؟ اول حاجه لازم عشان تعمل ان انت تعمل نفس الاسم بالزبط ان انت تستعمله فوق يعني عندك هنا الاسم ايت والنوع بداعها نفس النظام هتيجى هنا بالزبط هنسخة تمام الوقت عملت ايت بعد كده بقى اعمل حط الـ كده دلوقتي انا عملت مسود اوبررايدنج ليه؟ لان انا بعمل مسود بنفس الاسم وبنفس النوع المسود التانية موجودة في القلاس الاساس اللي هو الهومن اللي احنا عمليم منه كالسند هنا بنفس الاسم ونفس النوع وفي نفس الوقت كمان ايه؟ هكتب بقى هنا كود بقى اللي انا عايزه يعني لو كتبت الوقت بقى بقى وكتبت مثلا student is aiding لو انا عملت راند في الحالة اللي ازيه ديت ايه اللي يحصل هو يخش هيدور على الـ 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 هيروح في الـ ده بدلوقتي انا كده الـ 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 الى موجودة في الـ ما عادش لها لازمة تمانا عملتها لما انا ممكن لما عادش لها لازمة الوقت القود اللي فاهم عادش بيتنفس لأ انت دلوقتي بقى لو انت عندك هنا ايه في الـ لو انت حبيت تنفذ الكود اللي فيها وده هتشوفها كتير في البرامج الكبيرة زي مثلا وانت بتعمل بسهم بفلتر او غيره هتجي هنا كده بتعمل super super ده اللي هو ايه اللي هو الـ الـ اللي هو اللي انت بتعمل منه وراسه بيبقى اسمه super او او بس انت هنا بتكتب super وعدك بتعمل . ايت كده انا بقول له ايه كده انا بقول له لما تجي تنفذ ايت اللي موجودة هنا اللي موجودة في هتجي هنا ورح لنفذ ايت اللي موجودة في السوبر اللي هو الـ اللي انا باخد منه البيانات اللي اعمل منه وراسه اللي هو الهنا نفذ الى فهنكتب الوقت Run هنعمل الوقت Run ناصد هيتطلع الheat طبعا super نفس النظام ممكن تكتبه فوق هنا كده او ممكن تكتبه تحت نعمل بس فورمات للكود نعمل كتبناه الوقت فوق او كتبناه تحت عادف هنا كده هيبديل بس الترتيب هنا وطبعا نفس النظام ممكن تعمل هنا print اي حاجة بعدها يعني الكمل عادي خلص يعني السورد مش وتقف الكودة او تعمل اي حاجة الفيديو دوات كل اللي انا عايز اكترافه فيه هي فكرة السوردوت ايد ديت تمام هي فكرة اول حاجة اللي انت ممكن تعمل override لأي method اللي لو عندك method هنا في الهومن انت ممكن تكتبها هنا تاني بس اما حاجة تكتب نفس النوع الوالفويد مثلا او غيره وتكتب نفس الاسم بتاع function او method بتاعتك وتاني حاجة مهمة انت تبقى عارفها هي كلمة super اللي انا دي لما تعملها بيروح ينفذ اللي موجود في الكلاس اللي انت عامل منه extend اعملها super.aid فنسخ human eating now وهنايات وكمل الكود عادي خالص لحد هنا كده يكون الفيديو ده خلص ما تنسى اشترك لايك لو الفيديو عجبك ولو مش مشترك في القناة ياريت تشترك واتفعل الجرس عشان يصلى كل جديد ولو داخل على الفيديو ده بس ياريت تشوف بليه لسه هتلاقي فهم علومات كتير جدا ان شاء الله هتفيدك وانت بتعلم دارت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة